فيه كلام كتير عن صفقات الزمالك وملفات كثيرة وحكايات كثيرة تعال نمشي وحدة وحدة مع الحكايات دي أول واحد هو إذاك سوكسيس لاعب أودينيزي السابق مسؤول نادي الزمالك تواصله مع اللاعب اللي بيجيد في مركز رأس الحربة ورحب بالفعل بالانضمام لصفوف الفريق لكن بشرط التوقيع على عقد لمدة موسم واحد فقط وده اللي رفضوا مسؤوله الزمالك اللي بيرغبوا في الحصول على خدمات اللاعب لمدة ثلاث مواسم وهناك محاولات أخيرة لإقناع اللاعب للانضمام للزمالك لمدة موسمين وهو ما يتم حاليا مودو بارو لاعب أهل جدة السعودي الزمالك في المرحلة الأخيرة حاليا من المفاوضات مع اللاعب اللي بيجيد في مركز الجناح الأيسر واتفق الزمالك مع اللاعب على الانضمام لصفوفه لمدة موسمين ويتم الاتفاق على مقدم التعاقد فقط حيث يريد اللاعب الحصول على ستمائة ألف دولار كمقدم تعاقد وهو ما يرفضوا الزمالك حاليا ويحاول تقفيد المبلغ أقول لك ويهي الأسماء المطروحة هو بعرفك الوضع طيب كونراد مشلاك اللاعب أحد السعودي الزمالك توصل الاتفاق مع أحد على ضم اللاعب وكذلك توصل الاتفاق مع مشلاك وحصوله على تسعمائة ألف دولار كراتب سنوي وحاليا يتم التفاوض على مدة العقد اللاعب ده سريع جدا جدا بس أرقامه مش عظيمة بصراحة يعني الأرقام بتاعته في الاستاتيستيكس والإحصائيات مش أعظم حاجة يعني بس أكيد المدرب هيكون شايف في حاجة مهمة لو الزمالك فعلا نضمه بشكل رسمي طيب الحكاية الكبرى بقى حكاية الكبرى طيب مين الحكاية الكبرى حكاية أرون بوبينز الأزمة تصعدت جدا مع اللاعب بسبب رغبة نادي الزمالك إنه يتعامل مع وكيل لاعبين هو محمد حبش الشركة بقى الأصلية المسؤولة عن تصويق اللاعب ادخلت وقالت لا اللاعب ده بتاعي وطلبت الزمالك بحوالي ربعمائة ألف دولار عشان الصفقة تتم يعني هي الصفقة تتخلصانة مع الوكيل محمد حبش بس دخلت الشركة المسؤولة وقالت لك لا ده بتاعي فهديني ربعمائة ألف دينة عشان تتم هاي دي بس خد بالك ده سبب اللغبطة اللي حصلت تمام تمام اللاعب فاهم إنه توقيعه على الكصة بتاعة العقد أو الموافق على العقد وأيضاً وصول البطاقة الدولية لنادي الزمالك ممكن تعمله مشكلة قرارية لو راح لنادي آخر بالمناسبة هو عنده رغبة إنه يلعب في رومانيا في الدولة الرومانية بس خلصت هي خلصت للزمالك والزمالك قال اللاعب أو طلب من اللاعب إنه يخلص أموره مع الشركة التسويق دي أو يقلل المبلغ شوية بدل ربعمائة ألف دولار يبقى متين ألف دولار تاخدهم شركة التسويق في مقابل إيه؟ في مقابل إن النادي الزمالك يزود لللاعب مقدم التعاقد اللي هو كان تلتمائة ألف دولار يزودوهم شوية يعني زبطنا مع شركة التسويق نزبطك في مقدم التعاقد من الآخر يعني طيب في معلومات في معلومات أكيدة أنا أمين معاك شوف أنا راجل أمين أنا دايما دايما أقول لك المعلومة بالزبط في معلومات إنه ربما فجر اليوم اللاعب يصل إلى الكهيرة ربما فجر اليوم اللاعب يصل إلى الكهيرة حتى هذه اللحظة مش أكيد وإزا بالك يتكتم جدا على هذا الأمر جدا سألنا كل الناس حاش عايز يقول يعني تجينا كده معلومة مستخبئة شوية إنه ممكن ييجي الفجر مش كابش قادر أكدهلك مش لو أكدهلك بيتمسؤول عنها بس هي بنسبة إنه ممكن يقوم موجود فيه القرى واللعب ينضم للزمالك ونخلص من الحكاية دي اللي بقى دمها تقيل ترجمة نانسي قنقر